السلام عليكم السلام عليكم في فيديو جديد او اعتبر الفيديو هذا توقعات او الأشياء التي نتمنى أن تضعها ابل في ال ios 14 اول شيء ينزل في مؤتمر عن ابل كل سنة في شهر 6 ميلادي يكون للنظام تعلن عن ميزات ال ios 14 عن ميزات الساعة ميزات الابل تيفي جميع انظماتها جميع اجزتها ال HomePod والكمبيوترات بعدها ثلاثة شهور في سبتمبر تنزل النظام لحق الايفون لحق الايباد وتنزل الايفون الجريد ففي شهر 6 ميلادي المؤتمر قبل ويعلم عن ال ios 14 شهر 9 بعد ثلاثة شهور ينزل مع الايفون الجريد حسنا نتكلم عن ميزات اول اشياء التي تريد ان تنزل في ال ios 14 لا توقع ان هذه الميزات ستكون 100% موجودة لكن الاشياء التي توقع لا يوجد اي خيار لان تشعر ان النظام يصبح كامل فهذه الميزات الوحيدة التي تنزلها فكبداية الكل يعرف ان من ال ios 14 راح يكون في شيء قوي عند ابل انه بتخلي ثبات النظام لانه تعرفون المشاكل ال ios 13 يمكن ما راح تنزل كل الميزات هذه يمكن تخليهم حق ال ios 15 لكن بتنزل الميزات فنبدأ معاكم كبداية اول شيء الشيء اللي غاهرني الواء هو اللي مثلا قاعد تلعب وفاتح حسابك رايحي مكان قاعد تلعب مثلا جاتك مكالمة فجأة خلاص توقف الشاشة عندك كلها لماذا تفعل هذا مثل ما نشوفها حين لماذا هذه الحركة لماذا ما يكون مكالمة عندك فوق تطلع مثلها مثل الاندرويد مثلا لو اننا بتدقها لأي شخص فلو نشوف اندكم هنا انا بدق حين وانا قاعد اكلم مثلا هنا في الاندرويد المكالمة تجيك فوق مثل ما نشوف هذه الحركة اللي نتمناها تنزل طبعا ما عندها خيار ابل لازم تسوي هذه الحركة لكن الان قدام في المستقبل ما تدري لكن ابل بيجي الوقت ان لازم تحط الميزة فهذه الميزة الاولى اننا تمنى ابل تحطها Always on display ابل حطتها في الساعة ابل الجديدة اللي هو ابل واتش 5 نتمناها انها تنزل في ال ios 14 ألا وهي ذلك الحركة ان جهازك طافي تكون عندك Always on display طبعا الميزات اللي اقول لكم اياها حين ما بلازم انا ابيها الميزات داي بعض الاشخاص يابونها فتوقع اننا ما عندهم خيار قبل ان يحطونها لكن مثل الخيار ابل الميزة الاولى ان المكالمات اوكي ابيها Always on display ما احس ان احتاجها انا يعني حتى لو ان في ساعتي بحطها بكنسلها انا رفعت الساعة بيها تطلع كده كده ساعة شقالة لكن في اشخاص يابون للميزة ف Always on display ابل تقدر تحطها لان خصن في الايفون الجديد اللي هو في 2020 راح تكون الايفونات كلهم OLED فمعندها خيار ان ابل ما تحطها هذا حركة حلوة برضو لازم تحطها ابل الشي الرابع اللي اتمنى ابل تحطها الو هو Home range يعني مثلا عندك البرامج اللي حطهم هنا تبدأ ابل انك تسوي لك حركة ان مثلا ابي البرامج هنا بالصف بعدين نسوي skip لحقد الصف وحط صف ثاني نفس نفس الاندرويد ما ادري ابل اللي بتحطها ما بقديل عندي لكن يمكن تقدر تحطها كميزة تنزلها في النظام انك تخلي برنامج هنا برنامج هنا ما تحط برامج كلهم بالصف اللي حطهم ابل عمودي او وفغي انك تغير بعض الديزاين في النظام الكل يقول لك او ابل من زمان ما غيرت في الديزاين ابل ديزاين لو ترجع وتشوف النظام يعني فيه تغير اليوس 6 اليوس 7 فيه تغير لكن ابل احين شوية ثابتة على مثل ما نقول اداء النظام يتبت الاداء والبرامج الكواليتي اكثر لكن ابل اتمنى ان تسوي شوية يعني البرامج يكونوا تحسن انهم مبرمجين من شركة واحدة لكن ابل مادل ليش ان مثل الوذر لو نفتح الوذر عندنا الطاقس هنا تشوف الشكل اوكي تشوف كيف صاير الشكل والالوان الخيارات كيف موجودة لكن في الكاميرا اختلاف قوي تحسن انه صح وصح ان الدبارتمنتها والقطاع الحق الكاميرا غير قطاع الوذر لكن ابل احسن ان لازم تخليهم كلهم الوذر تشابهون افضل اكثر من الحركة تقيير السادس اللي اتمنى ان اتقسم الشاشة انك اقدر افتح الابستور او افتح اليوتيوب واقسمه او افتح الواتساب تحته لان الايباد كبير فحلو والايباد برضو انه اربع عرام فشكله ممتاز ولا في ايش انك تفتح برنامج نتقسم الشاشة وتقدر تفتح برامج عائمة مثلا ثلاث برامج اربع برامج وشكله في الايباد ممتاز لكن في الايفون ما بدل ليش الان ابل ما اضطته اتمنى في المستقبل انك تضعها الشيء اللي اتمنى السابع انك لو تخشل على الابات اتمنى الاحساب حقك موجود اتمنى ابل خاصة مش في الاي اوس في الايباد اوس يعني في الايباد ان تضعها انك تقدر تغير الحسابات عندك من الاي كلاود يعني مثلا تصوي سوايب هنا على الحساب خاصة في الايباد انك حساب الأبو يصوي سوايب يصبح حساب الطفل ويتغيروان عنده ينزلون الصور حقينا ينزلون الملاحظات حقينا والاشياء ذاه كلها ولاجب بيرجع بيعطي الشخص احت الرقم السري يتغير مثلاً يسوي سوايب مرة ثانية ويعطي الطفل فحركة حلوة انك تضع يوزر في نفس الجهاز فأتمنى يضعونا خصوصاً في الإيباد الشيء الثامن انه على دادة الكاميرا فيه اشخاص كثار يقولون لك ليش أبل ما برادة تضع دادة الكاميرا في الكاميرا أبل احين في اليوس 11 او الايفون 11 برو و 11 برو ماكس حادث الميزة انك تقدر تغير الريزولوشن لحق الفيديو في التصوير من هنا انك تلمس اتش دي مثل ما نشوف تلمس تغير هنا 24 30 هنا الخيارات لكن الى الان ما حطت العدادات كلها يعني بعض الاشخاص يقول لك مثل ما شوف عندنا عندي خطوط هنا حطهم حق التصوير الآن الثلاثة بيغيرهم وازخش العدادات عام الكاميرا او العدادات الكاميرا وقير مثلاً اشيل الخطوط من هنا البركو يجب ان يكون هنا الى الان ابل ما حطت كل الميزات ما قدر اسوي ذي الحركات في نفس برنامج الكاميرا لازم اروح الى الادات وحطها اتمنى ان من السكشن دي الفوق تقدر تحطها بخيار وتفتحها من هنا بالطول وتقدر تعدل نفس الاندرويد بالنسبة لي ما بشي كوي لكن قبل ما عندك اي خيار لان خلاص حس ان النظام يعتبر كامل ما فيه الا هال الميزات لازم تحطها اذا كدرت بتسوي نظام جديد لازم تحط الخيارات لانه ما عندها اي شي تحطها وبرضو الخيار الذي اتمنى كثير كثير اتمنى موجود في الماكوس كميترات ابل لكن هنا ما موجود اني مثلا عندي رابطة بفتحها اضغط على الرابط لا يجب ان اضغط على الرابط اضغط على خيارات هنا وفتحها في كروم اضغط على سفاري سفاري لا يستخدمه اضغط على كروم اي رابطة فتحه يفتح كروم تلغائي على طول فالخيار دي لازم تحطه ابل اتمنى ان اتحطه قدام ما ادري هل بيضايق بعض الاشخاص لكن اتمنى ان اتحط لانه ابل بالحركة اللي مساويتها حين دي تخلي الناس ينغهرون او الناس تحس انه تحط شي نفسي انك لو تخش العجادات وتروح مثلا البطارية باتريهالث هنا اوه يشوف ان عمر البطارية ثمانية تسعين في المية يحسبون ان خلاص اوه نزل نسبتين جهاز اوه يبدأ يخترب لا اذا وصل الى السبعين يمكن يكونك اوكي صار جهازك لازم تغير البطارية اوه في الستين لكن اوه نحن ثمانية تسعين ما صار في شي نزلت نسبتين ذي شي طبيعي لازم جالس عمر الافتراضي يغل جهازي مطفي دمي اشحن الجهاز وفرغة حتى لو انك تسوي اي شي حتى لو انك تعتني بجهازك مية في المية راح تبطى ذي انك يسوي ودروب ينزل لكن مية في مية راح ينزل فابل اتمنى النسبة تشيلونه لان اكثر الاشخاص تحس انه تخلو في مرض نفسي انه ينزل خلاص جهازي يخترب حطونا مثلا ثلاث خيارات ممتاز بدل ما يحط النسبة يصبح جود ينزل بعدين النسبة الثانية مثلا اوكي ضعيف او انه متوسط او نغاط مثلا احمر اصفر اخضر اخضر ممتاز اصفر اوكي يعني قريب انك لازم تغيير البطارية احمر انك لازم تغيير البطارية خيارات افضل من نسب البطارية نسب البطارية مثل ما قدت لكم حسن الناس قاموا يزعجون فيها فقاموا يجب اني ب境اء اخراج التغييره وانه يتحدث عن ميزات جديدة اللي انا نتحدث عن bonds لان عند رصاب ميزات قوية workforce او 12 لás موجود هل سيدعم الآن الداعمة موجودة لكن لو السبيل اتنظر بجهاز تغيير انه طبع جيد يستخدم العكول ال 9 اس نقول لها باي باي ما رح يدعم جهاز ايوز 14 اي شخص يستخدم الايفون SE برضو ما رح يدعم الايفون 14 فراح نبدأ مرحلة جديدة لحق الايفون 7 اخر جهاز رح يدعم الجهاز نظام الايوز 14 الايفون 7 طبعا لتقول لكم احيي اذا نزلوا ميزات قوية رح يكنسلون هذي اثنين هم يبدأ بالايوز او الايفون 7 ليش لا تحسبوا ان قبل سود الحركة ان او ما تبيكم تحتون جهازهم لا لأن الرام مراح يكفي هنا التحليد لا تُجرد بينا التحليد ليس خاصة النظام اي فقط بيس خاصة إيقادة فىErregل لا تحدي cono هو تدري ان the iPhone 11 افضل من معالجات الجهاز اي3 لكن خلاص المعالج هذا ما يتحمل النظام بميزات الجديدة فماذا ما قلت لكم إذا النظام نزل بميزات قوية راح يتكانسل هذه الجهزة إذا لا ميزات خفيفة ويحسون أن الأجهزة هذه تتحمل راح ينزلون لكم فيها هذه بس هذا الفيديو هذا اللي توقع اللي حبيتها طبعا لا تحسبون بس في الايفونات حتى في الايباد الايباد ايرتو إذا تكانسلون هاديلي ايباد ايرتو برضو بنقول باي باي بتكانسل كل هذه توقعات وكل هذه الأشياء اللي نتمنى ينزلونها في النظام ما راح نعرف كل الميزات ما راح نعرف مثل الاجهزة اللي بتتكانسل إلا في الشهر ستة ميلادي ننتظر شهر ستة ميلادي بعد المؤتمر راح نعرف الميزات كلها ونبدأ معكم نشوف ننزل النظام التجريبي ونسوي شروح له مثل ما تعودت معنا فبس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناه ونشر المقطع عمال لايك المقطع وتعليقاتكم تحتهمني ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر